الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تعالوا وتتردد تكبيرات العيد بين جنبات مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان حيث حرص قطاع الحماية المجتمعية على إقامة صلاة العيد والاحتفاء به وسط النزلاء كأحد محاور السياسة الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية وتحرص من خلالها على إحياء المناسبات الدينية وقيمة الاحتفالية بحضور قيادات القطاع وشيوخ الأزهر أتينا وشاركنا النزلاء فرحتهم بشعرة الله وامتزجت هذه الفرحة فرحتهم بقرار العفو الرئاسي وهذا قرار محمود من الدولة المصرية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بلادنا وأن يجعلها أمنة مطمئنة سخاء الرخاء وأن يحفظها من كيد الأعداء والعيد ينزل لفرحتهم فرحة أننا صليت في المسجل الصلاة العيد فرحة تاني أنا أعيد مع أهلي برة واشكر سطر يسعر فتاء السيسي على عفو وإن شاء الله ربنا يكرمنا وعملش غلط تاني حسيت أننا فست أهلي وناسي وأننا طلعت بالا خلاص الحمد لله كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بهذه المناسبة النهاردة احنا جميين عشان نعيد على أخواتنا المسلمين زي مجوم هم عيدوا عيدنا في عيادنا مؤسسة عقبية ما بقتش بتنفذ عقوبة على حد عمل وخلفة دي بقت بتساعد حد عشان يبقى أفضل وقد أقيمت احتفالية للمفرج عنهم بقاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان في ضوء النقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر والتي قامت بتقويم سلوكيات النزلاء وساهمت في تأهيلهم وفق برامج إصلاحية متطورة للانخراط في المجتمع وقد تم الإفراغ بالعفو عن 2374 نزيلا تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 265 لعام 2023 بشأن الإفراغ بالعفو عن المحكوم عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المباركة دلوقتي نمسى اللي كان هو بكرة مليان للأمان وجاء الإفراغ عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد عقد لجان العفو اجتماعاتها والاطلاع على ملفات النزلاء لمعرفة من تنطبق عليهم شروط العفو والتي أصفرت عن الإفراغ عن هذا العدد مكنتش متوقع إلا أنا خارج في العفو وهمهم خبطوا علي والحمد لله لقيت اسمي جيفا للعفو اللي أنا خارج أعيد مع أهلي وأعيد مع أخواتي وأولادي والحمد لله مع كل الناس اللي أنا عرفها الحمد لله إن برح الجو قالوا لي أنت مروحة في العفو وفرهم كنتش مصدقة نفسي أن أنا عايد واستعيال الحمد لله طبعاً بنشكر السيد الرئيس الجمهورية على إكرامه ولينا بالعفو أنه سمح لنا بفرصة لمحنة عيد مع أولادنا وأهلينا ودي كانت أكبر شيء يعني بالنسبة لنا وأكبر هداية بالنسبة لنا فرحة كبيرة على وجوه المفرج عنهم امتزجت مع فرحتهم بالعيد حيث سيقضون العيد وسط أهلهم وذويهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذا العفو الذي أتاح لهم فرصة لبداية حياة جديدة فرحم السيعانة ولا إحنا ولا في البيئة ولا أهلي كلهم فرحانين ومصر كلها فرحانة بخروج العفو اللي طالع كثير النهاردة وكان لسه عقدامه كثير وكل الشكر والتجدير للسيد الرئيس عفتاح السيسي ربنا يعفو ظلين ونخليل مصر إن شاء الله النهاردة عيد أواة وعند وعند الدنيا بحالة الحمد لله الحمد لله